خليني لو سمحت أرحب جداً بضفنا العزيز أستاذ شادي سالم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للمشروعات منوارنا أهلاً محرد أجبان عامل إيه كله تمام؟ كله تمام الحمد لله أخبار ديارنا السنة دي إيه والمعرض 66 أو الدورة 66 الدورة 66 ديارنا الحمد لله بيمستمر بشكل سنوي في دعم الحرف الأدوية إحنا موجودين السنة دي في نفس المكان اللي كنا فيه بقى من أربع سنين أحد أهم المراكز التجارية داخل القيارة الجديدة بمعنى صاحب آلينة زبون جوه القيارة الجديدة ومدينتي ورحاب بقى بيستنوا المعرض بشكل سنوي إحنا السنة دي متواجدين أضفنا بعض الخدمات الجديدة وزعنا الخدمات بتاعتنا أو المنتجات بتاعتنا بشكل حراجة تدخل هتلاقي قسم للسجاد قسم للإكسسورات الحريمة قسم للمفروشات والحاجات الخاصة بالتدريس شرفنا جمال السنة دي أن احنا كان ضيف الشرف أخواتنا من دولة فلسطين ليهم أجنحة ربطة المرأة العربية الفلسطينية موجودة في مصر بيعرضوا منتجات فلسطين سواء منتجات من الملابس أو الزيوت أو المأكلات داخل المعرض ومستمرين معنا إن شاء الله دولة اليمن متواجدة ببعض العرضين وبرضو مستمرين معنا خلال الفترتين مفاوضات اللاجئين فيها في احنا طبعا ما نقولش لاجئين هما ضيفنا من السودان والصومان والشبوتي وسوريا متواجدين بمونتجات جميلة جدا داخل المعرض بالإضافة إلى أن احنا نضيف المحلي هو محافظة البحر الأحمر والشمال وجنوب سينة متواجدين برضو بكافة المنتجات اللي ممكن حرارة تتخيلها بتطلع من المحافظين الجمال دولة سواء حاجات خاصة طبعا بالزيوت وحاجات خاصة بالمنتجات التطريز اللي حراك الشلان السناوي المعروفة واللبس السناوي المعروفة برضو السنادي احنا بدأنا والأول مرة في ديارنا عملنا دفلي لملابس ترسية من المصممين اللي اشتركوا معنا اللي موجودين معنا في المعرض السنادي كل عارض اشترك ببعض من قطع العبيات والحاجات الترسية وعملنا دفلي في بداية المعرض عشان نقدر نعظم من فكرة كمان التصميمات المصرية 100% يعني ده تصميم مصري منتج مصري ومصنع داخل مصر من الألف للياء وعرضناه وكان لقى كبول كويس جدا من الحضورية هيل جدا بصوا اللي انت بتقولوه ده بالنسبة لي مزيكة جدا وبالذات موضوع لقطة اليمن دي حلوة لقطة فلسطين حلوة وكم جارة العدم